حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد بن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن سليمان بن عمري بن الأحواص الأزدي قال حدثتني أمي أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة وهو يقول أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا راميتم فرموا بمثل حص الخذف ثم أقبل فأتته امرأة بابن لها فقالت يا رسول الله إن ابني هذا ذاهب العقل فادعوا لها له قال لها أتني بماء فأتته بماء في تور من حجارة فتفل فيه وغسل وجهه ثم دعا فيه ثم قال اذهبي فاغسليه به واستشفي ألها عز وجل فقلت لها هبيل منه قليلا لابني هذا فأخذت منه قليلا بأصابعي فمسحت بها شقة ابني فكان فكان من أبر الناس فسألت المرأة بعد ما فعل ابنها قالت بري أحسن برء حثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمري بن الأحواصي عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر من بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس لا يقتلن بعضكم بعضا وإذا راميتم الجمار فرموا بمثل حصل خف قالت فرم سبعا ثم انصرف ولم يقف قالت وخلفه رجل يستره من الناس فسألت عنه فقالوا هو الفضل بن عباس